كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية في سيوة ومطروح والعالمين والأسكندرية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفوقية أضافت الهيئة أنه من المطاقة أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة تكون رعضية أحيانا كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد ليوم أو اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط مثير للرياح والرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد ترجمة نانسي قنقر